مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وكون ملفها لا يزال غمضا ولا تعرف أي شيء عن مصيرها خاصة أيضا مع القضايا الكثيرة الموجهة لها لترد نيابة الجمهورية لمجلس قضاء الجزائر أخيرا سواء عليها وعلى هيئة دفاعها الذين دخموا الأمر حيث نفت النيابة أن تكون خليدة تومي المتهمة في قضايا فساد في وضع يصحب السعى السوفي مؤكدين أن قضيتها لا يزال التحقيق جاريا فيها فيدل الإحترام تم للقانون والإجراء إذ أن خليدة تومي عبرت عن انهيارها مؤخرا وتخوفها من مصير مجهول مع عدم علمها بأي جديد وبخصوص ملفها حتى هيئة دفاعها لها معلومات قليلة جدا حسب ما ذكره ومنذ أشهر وهي محبوسة في صمت كما ردت النيابة بخصوص هذه الإدعاءات في البيان مؤكدة أن كل تجديد في حبس خليدة تومي مستند لقانون ووفق الإجراءات اللازمة والعادية وأنه حتى تمديد مبرر خاصة في القضايا التقيلة في المواد الجنحية بحل وجود خبرات قضائية مع حل الإنجاز في القضايا التقيلة بالمواد الجنحية أو جمع الأدلة وشهادات خارج طراب الوطني فملفها تقيل جدا وفيه العديد من المسؤول المتورطين معها نظيرا نهب تبديل المال العام بشكل مهول في مشاريع وبرامج شبه وهمية في فترسها ما سبب حينها خصائر ضخمة للخزينة العمومية حيث يتم تعمق أكثر في القضية للوصول إلى كل المتهمين ومن كانت لهم يد في هذا الفسد ليحكموا جميعا معها وهذا ما أخر بدء محاكمتها وتركها فقط في الحبس حسب ما فهم من بيان نيابة الجمهورية لمجلس قضاء الجزائر مع العلم أن خالدة تومي كانت عرفت فترتها الوزارية جدلا كبير نظر المرحلة والمستوى المتداني الذي كانت وصلت إليه وزارة الثقافة حينها من تهمش الفنن ودعم كل ما هو هاوين وتهمش ترات والتقافة والركد وراء الحفالة والتدهورات وهي التي عمرت بمنصبها لـ 11 سنة كاملة لم تقدم فيها أي شيء بارز يشفع لها في انتظار بدء محاكمتها والأحكام التي ستصدر في حقها وكل المتورطين معها كذلك هذا وفي خبر منفصل رجل أعمال السابق علي حدد يعود للموت المجددا والقضايا تكتر والأحكام تتركم عليه كما أن أملكه تصادر مع كل ملف فساد يفتح ثورة فيه حيث كترس قضايا الفساد على علي حدد وهو الذي كان كوانا تروسا بملايار دولارات بطرق مشبوهة وسبب خسائر فلكية لا تصدق للخزينة العمومية بسبب القرض والتعويضات والفوتير المدخمة التي كان يتحصل عليها بمباركات وتسهيلات كبيرة من طرف العديد من الوزراء ومختلف المسؤولين مستغلا حتى علاقته مع سعيد بوتفليقة ونفوده القوي وها قد حن موعد قضية تقيلة وجدية وصعبة كثيرا عليه لأنه يمكن ربطها حتى بالتأمر على الجزائر وتعود هذه القضية بخصوص العشر ملايين دولار التي دفعها للبضغط أمريكي مقرب من سرامب أولا علي حدد يمتل معه في ملفه العديد من الوزراء والإطارات السابقين كالوزيرين الأولين السابقين أويحيا وسلال ووزيرين النقل والأشغال العمومي يطلع وعمارول ووزراء الصناع السابقين يوسفي وبده وعمار بن يونس لتتحول الجلسة إلى حلبة مصارع بين المحامين والقاضي يوسف قدري فالغريب أن المحامين الذين يدافعون عن المسؤولين والرجال أعمال متابعين في الملفهات باتوا يتعمدون مؤخرا إحداث الفوضى في أغلب الجلسات فهذه ليست المرة الأولى إذ حدث نفس الأمر في جلسة تحكوز قبل أيام وغيرها أما بخصوص جلسة علي حدد وهؤلاء المسؤولين السابقين في تمام الساعة التاسعة صباحا فتحت القاعة المزودة بشاشات عارض موصولة بالبت المباشر مباشرة بسجن بسنة وبشار كون أويحيا وحداد حول من العاصمة إلى تلك الولايات ومع فسح البت المباشر ظهر علي حدد حسب الشروق هزيلا ومرهق وهو جالس بين حريصين وعلى الشاشة المقابلة المربوطة بالعباد لافي بشار ظهر أويحيا الذي رغم أنه بدأ مرهقا وهزيل ظهر مستعدا للجلسة بالبت المباشر ومستعد للدفاع عن نفسه أما في قاعة الجلسة داتها فأدخل المسؤولين المذكورين سلفا بالإضافة لرب حداد شقق علي حداد وآخرين ليظهر بعدهم جيش كبير من المحامين الذين وكلهم المتهمين للدفاع عنهم أمام أدلة القاضي وقبل الحديث عن كيف بدأ الصراع بين القاضي والمحامين هناك حملة استهجان كبيرة من الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساختين على المحامين الذين يعدون بالعشرات وقبولهم الدفاع عن هؤلاء المسؤولين الذين كانوا وراء نهب البلاد وتفقير الشعب وكل أفات المنتشرة بالمجتمع الجزائري حيث انتقد المواطنون المحامين وطلبهم بالتفكير جيدا لأن الأدلة واضحة والصغير والكبير يعرف فسد وما فاعله هؤلاء المسؤولين ورجال أعمل بالفساد وما نهبه هدو بخصوص توتر الوضع بالجلسة وتحولها إلى حلبة مصارعة المحامين انفعلوا على القاضي واعتبروا المحاكمة غير دستورية وأن حداد وباقي المسؤولين مظلومون من طرف العدالة خصوصا حداد الذي دفع عنه الكثير من المحامين وركزوا عليه كثيرا تحديدا لأن تروته الضخمة التي تعد بآلف الملايير باتت على المحك ويفقدها بسبب الأمر بمصدرات كل أملكه داخل وخارج الوطن حيث قال المحامي رحموني للقاضي لقد أدريتم بحقوق علي حداد لعدم حصول على وتائق هام في ملفه للدفاع عنه وانتقد المدعو رحموني جدولة قاضية على حداد في 48 ساعة فقط بعد دم ملف المحكمة العليا الأمر بالإحالة الصادر عن محكمة سيد محمد ولا على خبرات المفتشية العامة الواردة في هذا الأخير ليرد القاضي بقوة مؤكدا للجميع أنني عندما خرجت في عطلة تركت الملف كاملا مرفقا بنسخة من القرص المضغوط وتركته تحت تصرف هيئة الدفاع ليرد المحامي رحموني مقاطعا القاضي قائلا سيدي لكن هناك 1995 ورقة كاملة في الحكم المصلط على أهل حداد وسرد بعض المشاكل التي واجهتهم كمحامين عن أهل حداد ثم انتقل المحامون لتصعيد على هيئة المحكمة مدعين أن موكلهم حداد أدن على أساس قرص مضغوط لهذا سوعدوا حسب قولهم أنهم سيكشفون للقضاء والرأي العام أن أهل حداد دلم في الملف ونطالب منكم معاملتنا بطريقة جيدة وليس بالسحقار واعتبروا المحاكمة غير دستورية كما انتقد محام حداد وأو يحيى عدم السماح لحداد وأو يحيى بالحضر من الولاياتين التي نحول لهما إلى العاصمة من أجل حضر الجلسة وفضع عليهم حضرها بالبتل المباشر فقط دون نقلهم إلى المحكمة وحدد هناك شد وجد بين القاضي والمحامين حيث تحولت القاعة إلى حلبة مسارعة من الكلام لينهي الأخير كل الضجة والسرع الحاصل بتأجي القضية إلى السابع والعشرون من سبتمبر الجاري ولتضل بذلك أيضا الأحكام السابقة في الملف كما هي علي حدد بـ 18 سنة حبسا نافدا 15 سنة لأو يحيى و 12 سنة لسلال وأحكام متفوتة على البقين ضالعين في الملف فما رأيكم في خارجة المحامين المدفعين عن حدد وأو يحيى وزملائهم البداية أولا مع عبد السلام بوشوارب الذي لا يزال يرفض الدخول طواعية لأرض الوطن ويلعب ورقته الأخيرة مع تحرك سلطة الجزائرية لإعادته في أقرب الأجال آخر خطوة من الجزائر بمحاصرة أملكه داخل أرض الوطن ترجمة نانسي قنقر